كلنا واخدين بالنا اليوم ان دي قول ان لا صوتها يعلو فوق صوت الاقتصاد في اي كلام متعلق بمصر من ناحية عشان الازمة اللي فيها البلد واللي خلت الناس تكوح اطراب ومن ناحية تانية عشان اسباب الازمة اللي هي سياسات النظام السفيها اللي رمت المليارات على كلام فارغ ورجعت تدور على حد جديد تشحت منه ولان زي ما بتقال الامور بنتائجها بحب اقولك ان في ملف النظام بيهرب من الكلام فيه ولما بتزنق بيكدب بخصوصه زي ما بيكدب بخصوص كل حاجة هو الموازنة اللي النظام عمله في موازنة مصر وليه بيحاول يغطي على اللي عملوا فيها تعالوا نشوف الموازنة العامة لأي بلد من اسمها يعني هي ميزانية تفصيلية بتتعمل في بداية السنة المالية الجديدة وبتبقى شاملة وفيها تأديرات لحجم الفلوس اللي الحكومة المتوقعة انها تدخل البلد خلال السنة المالية والمصاريف اللي البلد لازم تصرفها على كل حاجة من مرتبات وخدمات وديون وقصات وخلافه وفيها حجم الفلوس اللي بالفعل موجودة في البلد زي احتياط النقد الأجنبي والفلوس اللي بتصرف منها الحكومة على الحاجات دي كلها يعني تقدر تقول باختصار ان الموازنة هي برنامج بتعمله الحكومة في خطتها للسنة المالية الجديدة نجاح الموازنة العامة في أي بلد بييجي من ان الفلوس اللي موجودة فعليا مع الإرادات المتوقعة تغطي المصاريف اللي البلد هتصرفها ولو المصاريف كانت لسبب أو لآخر يعني أكتر من الإرادات أو الفلوس اللي بحصلت البلد بيحصل حاجة اسمها عجز الموازنة ده اللي حضرتك بتسمع عنه في الأخبار دايما وفي ملف كنا خلينا نحسم ونخلص منه بدري بدري وإحنا بندخل في الكلام عن عجز الموازنة في مصر وهو إن زي ما أي عيل صغير في الحضانة عارف راس النظام في مصر دايما هو اللي مسيطر على أي قرار بما في ذلك القرار الاختصاط وكل الوزراء مش أكتر من سكرتاريا عنده بالتالي أي مشكلة اقتصادية أو غيرها لازم تتعلق في راس النظام قبل أي حد وبعدين نتكلم بقى في التفاصيل خصوصا لو راس النظام واحد زي السيسي هو بعضمة لسانه اللي بيقول إنه بيتدخل في كل كبيرة وصغيرة وكلنا بنشوفه بيفتي وبيهري في كله أي حاجة من أول تنظيم الأسرة لغاية تربية البهايم لما أخص وإزاي تخلي الجاموسة من دول ترمي 30 كيلو لحمة ما تعرفش إزاي يعني بدل ما ترمي 6 ولا 7 كيلو وطبعا زي ما كلنا عارفين خلاص بقى واضح يعني إن كل سياسات النظام الاقتصادية طلعت بلح لدرجة إن هو نفسه طلع واعترف إن مصر في أزمة كبيرة في آخر كلمة ليه في خناة السويس من كم يوم يا دمتور محمد ولينا كلنا طب أنا حقولكو هاخد الجانب التاني طب أنا عندي أزمة طب أنا عندي مشكلة هتتخلوا عنها؟ أنا أتكلم المصريين هتتخلوا عنها؟ هنسبوها يعني؟ هتقولوا زي ما قالوا كده لسيدنا موسى إذن أنت ربك فقاتله؟ وعشان كده لازم النظام يغطي على كل حاجة بالكذب الموازنة بقى النظام اختار عليها كذب غير كل أكاديبه عن أي حاجة في مصر قالك إن مصر من أفضل دول العالم في عجز الموازنة يعني حتى لما نطلع من أفضل في أي حاجة نبقى من أفضل في عجز الموازنة بس الأمانة ممكن يكون كلامه صح لو من زاوية إن مصر أفضل دولة بتطلب ديون من العالم عشان كده العالم كله بيكسب من وراه وعلى قفاه عجز الموازنة مرتبط جدا بأهم ملف الكل بتكلم فيه الفترة دي وهو الديون وهنا فيه تركاية لازم نفهمها الدول المنتجة يعني اللي عندها تصنيع كبير أو سياحة كويسة أو حتى صروات زي البترول والغاز لما بتلاقي إنها يحصل عندها عجز في الموازنة عشان تسده بتروح مزودة الانتاج والتصدير أو ترفع أسعار الحاجات اللي بتصدرها ده مش اختراع يعني وده اللي بتعمله دول جنبنا زي تركيا اللي أردوغان بيرفض رافع سعر الفايدة عشان الناس تاخد قروض مؤسرة وتعمل مصانع أو بيزنس وتنتج فالتصدير يزيد والعراق اللي السيسي دائما يقول لنا احمده ربنا إننا ما بقي ناس زيه العراق لما زوده تصدير البترول قال لعجز الموازنة عنده بس في مصر اللي حصل هو إن النظام ساب حقول غاز كبيرة لأبرص واليونان وإسرائيل فخسرنا غاز كان ممكن دلوقتي مع ارتفاع أسعاره عالميا يسند موازنته وقاف المصانع كبيرة كتير عشان كده ما حلتناش حاجة تقريبا نصدرها إلا شوية فاكهة وحتى دول في دول كتير بقت ترفض تستوردهم من مصر بسبب مشاكل في المواصفات نتيجة غياب موارد عليها لقيمة تجيب فلوس لخزينة الدولة المصاريف بقت أكتر من اللي بتخلن فحصل عجز دايم في الموازنة بسبب الوضع الغريب ده بقى الفرق بين المصاريف بتاعة مصر والإرادات اللي دخلالها في موازنة السنة اللي احنا فيها دي أكتر من 80 مليار دولار وده من بقء وزير المالية في بيان الموازنة اللي ألقاها في مجلس النواب في مايو اللي فات محمد معيط هب عمل حركة بهلوانية قال لك أم مضرب عصفورين بحجر واحد نضحك عن الناس وانقول لهم ان حجم ديون مصر وعجز موازنتها أقل من اللي بتسمعوه في الإعلام المعارض انطلع في أواخر الشهر اللي فات وقال لن ديون مصر الخارجية مش أكتر من 83 مليون دولار اللي هم الفرق بين المصاريف والإرادات في الموازنة السنة دي ارتفع الدين إلى 87 وأيضاً 6 من 10 والارتفاع ده جزء منه انه طبعاً عندنا جزء من الدين بتاع أجهزة الموازنة هو دين خارجي مقداره 83 مليار دولار طبعاً ده كلام فارغ يعني لأن ديون مصر ما بتحسبش بناء على احتياجاتها من القروض في سنة واحدة بس ما كانش حد غلب يعني وكنا هنفرح والله إن البلد ديونها في المعقول لكن ديون مصر بتضاعف أضعاف مضاعفة من 2014 لأنه بيبقى عندك نوعين من الفلوس النظام بيستلفها كل سنة الفلوس اللي بيستلفها عشان يسد عجز الموازنة والفلوس اللي بيستلفها عشان مشروعات والخوزعابلية زي المونوريل والعاصمة الإدارية والأطر الكهرباء والعالمين وأطول بورد وأفشخ معرفش إيه يعني معيط كداب وديون مصر الخارجية مقرب على 160 مليار دولار هنا بقى فيه نقطة مهمة لازم نخلي بالنا منها برضه عجز الموازنة في مصر من أسبابه زي ما بنقول دايما إقصاط القروض وفوائدها لأن الفلوس دي بتدخل في البنود بتاعة المصاريف المطلوبة من الحكومة خلال السنة المالية قوم بقى الحكومة عندنا تروح كل سنة عاملة سندات وأزون خزانة عشان تلمي شوية فلوس من المستثمرين الأجانب اللي اسمها الأموال الساخنة والفلوس دي تتحط في الموازنة على أنها موارد أو إيرادات داخلها للبلد مع أن الفلوس دي هي كمان عبارة عن دين على البلد ولازم تدفعها وقت مصحابها يطلبوها بدليل اللي حصل مع كل مرة أمريكا رفعت فيها سعر الفايدة لما مستثمرين كتير اكتلعوا بفلوسهم على البنوك الأمريكي فالحكومة المصرية كان لازم تدفعها لهم ودي قمة الإعجاز العلمي أنك تحط فلوس الدين في الموازنة على أنها إيرادات لحظة كده يكون شمعية كان قصده أن مصر أفضل دولة في العالم بتنصب وبتلفق في بيانات الموازنة المهم عجيب وغرائب الموازنة المصرية ما وقفتش عندك عندك كمان بند غريب بيكلف الدولة كل سنة مليارات من غير عدد اسمه مرتبات العسكريين الجيش يعني مرتبات العسكريين زادت عشر مرات من 2013 ومثلا في موازنة 2014 جنت مرتباتهم حوالي 12 مليار جنيه بتدفعهم خزينة الدولة وبتتحسد من موازنتها مع أن المفروض أو الأصل هو أن مرتبات دي تدفع من سنديق الجيش الكتير قوي واللي ما بدخلش مليم لموازنة الدولة في الوقت ده موازنة 2014 يعني النظام عشان يحل جزء من أزمة العجز بتاعها راح شايل حصة كبيرة من دعم الطاقة ورفع سعر البنزين طب يا عم ما تخلي الجيش يدفع مرتبات رجالته انت دارس اللي بتقوله ده ده البلد كلها تولع ولا إن الجيش يدفع مليم من عرقه وبالعند بقى في أهل الشر اللي بيقوله ناخد من فلوس الجيش النظام راح مزود نصيب الجيش والمخابرات في موازنة السنة دي 8 مليار جنيه كمان للمرتبات من الموازنة اللي فيها عجزة أكتر من 80 مليار دولار وخلي الدكر يتكلم بقى وزيما النظام مهما زاد عجز الموازنة مستحيل يقرب من مرتبات العسكريين برضو ما بيحبش يقرب من فلوس الأغنية ولا يفرض عليهم ضرايب زيادة يعني تتناسب مع دخولهم الكبير وزيادة الضرايب في العالم كله معروف إنها من أساليب سد عجز الموازنة بس الزيادات يعني تتناسب مع دخول الناس بحيث تكبر كل مداخل الشخص يزيد لكن اللي بيحصل في عصر السيسي عكس كده تمام اللي بتزيد عليه الضرايب هو الفقير أو متوسط الدخل بالعكس ده النظام اخترع حاجة مش موجودة في العالم وهي إنه يفرض ضريبة تتاخد من الفقير عشان نغني أوى الله العظيم في 2016 مثلا النظام فرض ضريبة على أي ورقة المواطن يخلصها في أي هيئة قضائية عبارة عن 50 جنيه لصالح صندوق الرعاية الصحية للقضاء والقرار بيشمل القضاء العسكري آي والمرتباتهم زادت عشر مرات كم سنة اللي فاتهم يعني المواطن اللي مرتبه ممكن يكون أقل من الحد الأدنى للأجور أصلا يدفع 50 جنيه لصحة وكيل النيابة اللي مرتبه وبيبدأ من 16 ألف جنيه ورئيس المحكمة اللي مرتبه مقرب على 50 ألف وبياخد مكافآت ممكن توصل لعشر تلاف جنيه في الشهر كل ده علما بأن النظام في نفس السنة طلع قرار بزيادة رواتب القضاء 25% واخد بالك الأرقام دي كلها من 2016 لأن مرتبات القضاء زادت هي كمان كم مرة في السنين اللي فاتهم وتقريبا النظام لما راجع نفسه بعد كم سنة من الضرائب دي عس بالندم لأنه كان رحيم زيادة مع الشعب فقرر في 2021 إنه يحط على الغلابة مجموعة ضرائب جديدة زودة الأسعار اللي زيدة أصلا لكن أخطر حاجة تعملت في موضوع الضرائب ده السنة اللي فاتت هي التعديلات اللي تعملت على قانون ضريبة القيمة المضافة لا باختصار ضريبة بتدخل في كل حاجة وكل سلعة تقريبا والضرائب الجديدة دي اتعملت في وقت كانت مصر خارجة من أزم الكورونا والناس مفيش معافل يوس مع إن الفقير أو متوسط الدخل مها ما كان مرتبوا فأكيد حجم الضريبة اللي هيدفعها هيكون ضعيف يعني مش هيحط زيادة عليها القيمة على موازنة الدولة وده في الوقت اللي موازنة مصر حوالي 75% منها جاية من الضرائب وده نص كلام معيط نفسه توارث عجز الموازنة في مصر وحية للنظام اللي بيعملها عشان يسد العجز لكن بترد في وشه هتعمل مصيبة كمان على آخر السنة المالية الحالية وهي إنها هترفع ديون مصر السيادية عشان تقفل تقريبا ربعمائة مليار دولار يعني أكتر من ضاعف حجمها في 2017 يعني من خمس سنين الديون السيادية هي السندات اللي أي حكومة بتطلعها بالعملة الأجنبية سواء بالدولار أو اليورو أو غيره وده لأن مصر هتستلف أكتر من سبعين مليار دولار تاني السندي عبارة عن سندات جديدة هتطلعها بالشكل ده مصر هتكون أكبر دولة مديونة في الشقر الأوسط كله أكتر من فلسطين المحتلة أكتر من العراق اللي الأمريكان وإيران محتلينها أكتر من سوريا اللي فيها حرب أهلية وأكتر من تونس اللي بتضرب بها المثل دلوقتي في الفشل الاقتصادي والكلام ده هو كلام المؤسسات الدولية اللي النظام وإعلامه كانوا بيصدعونا بتقاريرها لما بتكتب كلمة يعني يتيقلوهم إنها بتمدح النظام زي البنك الدولي ومؤسسات التصنيف الاقتمالي لكن دلوقتي طبعا مستحيل يجيبوا شيرة تقاريرها اللي بتقولوا إن النظام واخد مصر للخراب التقارير الدولية دي بتقول كمان إن المستثمرين الأجانب خلاص يعني ما بقتش حاجة تغريهم في السنة دات اللي مصر ناوي تطلعها يعني حتى الحيلة اللي النظام متعود إنه يلم بها إرشين يلصن بهم الموازنة خلاص بلح الخطر ده مش بس متعلق بالموازنة لا ده بيقضي على فرص النظام في إنه يلم شوية فلوس يسدد بها إقصاته وفوائد الديون المطلوبة لكم شهر دول وعدم سدد أي مليب من فوائد الديون وإقصاتها بتسمى إفلاس خد بالك الكلام ده منشور في نفس الفترة اللي طلع فيها سيسي ومعيد في قناة السويس من كام يوم وقاعدوا يغنوا ويربوا على بعض وهنا بقى الدرس الكبير إن الكتب عمر ما يسندك للآخر وهتيجي اللحظة اللي العالم كله يكتشف إنك بلبوس وكداد وده الفضيحة اللي بتحصل دلوقتي في الاختصاد المصري الفضيحة اللي النظام كان فاكر إنه هيخبيها بما إن الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم والإعلام أصلا بتاعهم بس يعني بعيدا بقى عن فضيحة المطاهر اللي فيها النظام دلوقتي إحنا كمصريين فعلا في ورطة كبيرة لأن بالشكل ده الموازنة الجاية للدولة هيكون العجزة أكبر والضرائب اللي هتتفرض على الغلاب عشان تغطي العجز هتكون أكتر وربك نشطرها نشوفكم على خير إن شاء الله